ايضا مما يلحق بالمنهج منهج الصياغة مما يلحق بها هو ليس منهجا يعني هو طريقة ودرب ووسيلة وان شئت فكل نسق ذهني او نمط ذهني يعني او نموذج او قالب سوف تتبعه عندما تشرع في الصياغة لا بد وان تعرف وان تضع يعني ايه هدف لك هل هذا المصوغ تريده ان يكون مصوغا جامدا ام مصوغا مرنا ام مصوغا يعني وسطا ما معنى جامد اه معنى المصوغ الجامد في الحكم مثلا يعني تريد ان تكتب كل شيء تجعل النص جامد فان كان نصا لا يستطيع القاضي ان يخرج عنه هذا مثل نص قانون العقوبات قانون العقوبات يعني انظروا الى صياغته قانون العقوبات هذا 1937 ايام الملك وايام مصطفى باشا النحاس يعني ذلك القانوني والقاضي ورئيس المجلس الامة وزر كثيرا هذا الوفدي العظيم انظروا الى الصياغة تقول المادة 13 كل محكوم عليه بالاعدام يشنق شوف انظر الى الصياغة هذا يسمى نص جامد يعني لا حيلة لا سبيل لا وسيلة لو انه قال يعاقب بعقوبة قاسية تصل الى الشنق او تصل الى الاعدام لفسح واوسع ولو ذكر له حدين اما ان يكون حكمه مؤبدا او اعداما لا اعطى للقاضي طرفين كما هو معروف فيكن للقاضي ان يفرد ويكن للقاضي سلطة تقديرية لا ها هنا النمط الاول يسمى النمط الجامد الحكم الجامد كل كل يا الله لفظة يعني تشمل الكافة مغرقة ومغلة في التنكير اي شيء كل محكوم عليه بالاعدام كل محكوم عليه بالاعدام يشنق يعني فعل ورد فعل انظروا الى جمود النص انظروا الى احكام النص هذا هو الايه النمط الاول او الدرب الاول ان يكون مصوغك جامدا وقد يكون مصوغك مرن ما معنى مرن تقول مثلا كل من ارتكب جريمة سرقة وثبتت عليه او كل محكوم عليه بسرقة في ظرف مشدد تكون عقوبته السجنو خمسة اعوام الى سبعة اعوام هذا على سبيل المثال يعني يعني اذا هنا اعطى للقاضي سلطة تقديرية هناك تقدير للقاضي ومعظم الاحكام بنيت على ذلك ايضا تحضرني مادة من قانون العقوبات مادة 294 كل من شهد زورا لمتهم في جناية او عليه يعاقب بالحبس انظر هنا هذا نص مرن يعاقب بالحبس يعني ايه طبعا الحبس معروف ان اقصى الحبس ثلاث سنوات فما زاد عن ذلك هو سجل فقال بالحبس وهذا الحبس يكون من 24 ساعة حتى ثلاثة اعوام انظروا للقاضي ها هنا سلطة تقديرية ايضا المادة 297 في قانون العقوبات تقول كل من شهد زورا في دعوة مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مدة لا تزيد عن سنتين قد تكون سنة قد تكون سنة ونصف فاعطى حدا اقصى اما الحد الادنى متروك للقاضي وللظروف وللتفريد ويعني لمذهبية القاضي وقناعته ولما يراه القاضي هذا يسمى نص مرن فاعلم ذلك والمرونة تدخل في كل صياغات النصوص حتى في العقود يعني العقد قد يكون ايه مفتوح هناك خيار هذا هو ما يسمى خيار المتعاقدين يعني ايا كان هذا الخيار تعطي مرونة وقد تغلق العقد باحكام بحيث لا يكون امام القاضي الا ان يحكم بما فيه هذا ايضا موجود وهذا موجود فلنعي هذا جيدا وايضا من المنهجيات وانت تصوغ النص عندما تصوغ نصا يعني هذا النص كيف ستصوغ المادة الجوهرية الهدف من النص المادة الاولية الخام كيف تصوغها والله انا يعني من خلال الكراءات والدراسات وقفت على ثلاثة يعني دروب ثلاثة طرائق او انساق عامة تصاغ عليها المادة النسك الاول او الدرب الاول الذي يعني تصاغ عليه المادة نسك ودرب او منهجية مصغرة تسمى منهجية المصطرة او المنهجية المصطرية يعني المنهجية المصطرية ومعنى المنهجية أو النسق المصطري هذا أن تأتي بجوهر القاعدة سواء كانت التزاما أو عقوبة أو جزاء أي كان وتضعها في الصدر فتكون في الصدر أو في الأخير يعني مصطرة إما أول شيء أو آخر شيء تبدأ بها أو تقفي بها هذا مثل المادة التي ذكرناها من قليل كل محكوم عليه بالإعدام يشنق هذا نمط مصطري أرأيتم يشنق الشنق اللي هو الجزاء والعقوبة الرادعة الفضيعة المخيفة هي في نهاية المصطرة مصطرة الجملة وقد تكون في الصدارة قد نقول في هذه الصياغة يشنق كل محكوم عليه بالإعدام انظر سواء قدمتها أو أخرتها هذا نمط أو منهجية أو نسق مصطري هذا ما نقصد به بالمصطرة وهناك نسق آخر أسميته نسقا دائريا ما معنى النسق الدائري يعني تضع الشنق على سبيل المثال في الوسط وتدور حوله فمثلا تقول يعني المحكوم عليه يشنق إن كان محكوما عليه بالإعدام يعني أتينا بنص سابق نص لاحق حاولنا أن ندور حوله هو يحتاج إلى أمثلة سنذكرها إن شاء الله في المستوى الأعلى المطول هذه أيضا طريقة رائعة في الصياغة وهي أخف من النمط المصطري أما بالنسبة للنمط أو النسق أو النهجة الثالثة للصياغة نهجة تسمى بالنهجة أو بالنسق أو بالنمط الدفتري ما معنى الدفتري؟ أرأيتم الكتاب؟ أرأيتم مثلا دفتر أو كتاب هكذا يعني المادة تكون موجودة يعني نمط دفتري موزعة موزعة في أوله وفي وسطه وفي آخره أو في سياق الجملة كل كلمة تدل عليها ومثال ذلك مثلا المادة 264 في قانون العقوبات لا عقابة على الشروع في الإسقاط انظروا نمط دفتري يعني نسق دفتري لا عقابة على الشروع في الإسقاط يعني الأمر بسيط جدا وسهل ومثلها أيضا أو يقاربها المادة 56 من الدستور والتي تقول السجن دار إصلاح وتأهيل السجن دار إصلاح وتأهيل هنا نمط دفتري يعني كل كلمة فيها جزء من المعنى كأن ما هو دفتر فيه أوراق الأوراق تتوالى والأفكار تتتالى والفكرة تتضح بعمومها لا بأولها أو آخرها كما في النمط المصطري ولا بوسطها ومركزها كما في النمط أو في النسق الدائري هذا على سبيل التقريب وللأمر يعني ذيول وطلول وتطبيقات كثيرة قد نأتي عليها بإذن الله في الدورة الأعلى من هذه الدورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة